من يحكم الدولة؟ الكاظمي أم الميليشيات؟ ومن يتوعد فينفذ وعده؟ هو أمهم؟ قبل عدة أشهر وعد الكاظمي بإنهاء المظاهر المسلحة وتحجيم الميليشيات الخارجة عن القانون فإذا بالميليشيات تقوم بتحجيم الدولة وتنهي المظهر الشكلي بوجود الدولة عبر انتشارها في قلب العاصمة بغداد مدججة بالسلاح مطلقة قراراتها مملية رغباتها على كل من يسمع في المنطقة الخضراء عشرات السيارات تقل مئات المسلحين تنتشر في أحياء بغداد وتقطع الطرق الرئيسة وتحاصر مبنى الاستخبارات ويقرأ العناصر بيانات تتضمن تهديدا صريحا للكاظمي ورئيس لجنة تدقيق الفساد أحمد أبو رغيف وقالت بصريح العبارة سنقطع أذوني ويدي كل من يمس بما سمتها بالمقاومة في إشارة إلى ميليشيا حزب الله ولتشخيص المشهد بشكل أدق أطلق الكاظمي قبل مدة حملة تعنونت باسم مكافحة الفساد ومن منطلق الصراع بين الطرفين جاء الرد من الميليشيات عبر هذه الأرتال الضخمة التي هددت وتوعدت دون أن يتعرض لها جندي حكومي واحد تبعة هذا المشهد لن تختفي بهدوء فهي بداية صراع بين شركاء الحكم بدأ يظهر علنا بعد إرهاصات صراع خفي قديمة كلما تقدم الكاظمي خطوة تصعيدية تقدمت الميليشيات خطوات أكثر لتقول في نهاية الأمر أن الكلمة الفصل في هذه الدولة لها وليلزم الآخرين قدرهم ويعرفوا حجمهم المتموضع في مساحة ضيقة تمنحها لهم إيران ومن ينوب عنها في حكم العراق انتشار الميليشيات بهذا الشكل في بغداد هي رسالة للداخل والخارج فللداخل موجهة للحكومة ومفادها أن لا أحد قادر على تحجيم نفوذها وللخارج مفادها أن إيران لها اليد الطولة في العراق وما عدا ذلك شكليات تترك للحكومة لتقيم بها بروتوكولات العراق الإسمي فقط